الحضارة الأمازيغية هي واحدة من أقدم الحضارات المعروفة تاريخيا ونحن نفصل في هذه الحضارة سنرى أنها كانت عندها حواج متميزة بحالها سنرى الحضارات التي تزد يعني سنرى أن الأمازيغ كانت عندهم من بصمة ديالهم في العمارة في الفلاحة في التجارة وفي الطب والصناعة زيد على هذه القوة العسكرية التي كانت عندهم ويقدروا بها في واحد الوقت من الأوقات وكيفما يقول بعض المؤرخين أنهم يدخلوا لمصر ويأسوا أسرة فرعونية أمازيغية وكيفما يقول بعض المؤرخين وحتى الجيولوجيين أن الأمازيغ هم السكن الأصليين ديال منطقة شمال إفريقيا وأنهم هم أول وحدين سكنوا في هذه المنطقة فوش هذا الشي بالصح؟ إذا كنت بغي تعرف الجواب لهذا السؤال وعلى بزاف ديال الأسئلة وحدة أخرى وتتعرف على الأمازيغ والحضارة ديالهم فما عليك إلا تتبع مياه هذا المقطع من الأول حتى الأخر وأنا متأكد أنك ستخرج بشي معلومات على الأمازيغ اللي تقدر تكون عمرك معرفتها غير هو قبل ما نبدأوا الحلقة الشي قادينا ما تنساش تشارك في قناة مجال وتفعل الجرس باش توصل بإشعارات الحلقات الجديدة وإذا كانت أعجبك بحلد المحتوى ما تنساش تخبط معك لايك ويالله نبدأه تاريخ الأمازيغ في المغرب أو في شمال إفريقيا بشكل عام قديم بزاف وحتى لدابة وخاجعها التقدم التكنولوجي اللي وصل له الإنسان والأبحاث اللي داروها المؤرخين والجيولوجيين بقي ما قدرناش نعرفه جواب دقيق على السؤال اللي كيقول من إمتى والأمازيغ كينين في شمال إفريقيا ولا كيفاش حتى نجاول شمال إفريقيا أو حتى من نجاول هاد البلاسة وكيفاش وصلوا لها علاش أنا غادي نقول لك الشي اللي كيخلينا ما نقدر واش نجاول على هاد الأسئلة بشكل دقيق هو أن التواجد الأمازيغي في شمال إفريقيا قديم وقديم بزاف ومنك تسول من نجاول الأمازيغ لشمال إفريقيا رب حليل لك تسول كيفاش وصلوا الروسيين روسيا مثلا أو كيفاش وصلوا اليمنيين ليمن آه غادي نلقوا أجوبة لها هاد الأسئلة ولكن غدا تكون ديمة غير نظريات ماشي شي حاجة مؤكدة بالدليل المرهان حين التواجد دين روسيين في روسيا واليمنيين في اليمن والأمازيغ في شمال إفريقيا قديم بزاف وكيف ما قال ابن خلدون الأمازيغ سكنوا المغرب منذ ما لا تعرفوا بدايته ولكن وخاهد الشي احنا غادي نطرحوا نظريات دين الشي باحثين على التواجد الأمازيغي في شمال إفريقيا بحل لكيقول أن الأمازيغ الأصل لهم من أوروبا أو لكيقول أنهم أي الأمازيغ جاءوا لشمال إفريقيا من الصين واحدين أخرين كيقولوا أن الأصل دين الأمازيغ هو من اليمن وكل فئة من هاد الفئات عندها الدلائل ديالها وعندها بشتقنعك ولكن علاش نايدة هاد الروينة هادي على ود الأصل دين الأمازيغ علاش ميكونوش الأصل ديالهم من إفريقيا مثلا يعني علاش مكيناش شي نظرية كتقول أن الأمازيغ أفارقة الجواب على هاد السؤال كان ضمن سهل إلا مشينا مثل الآسيا غد يلقاو أن جميع الأسيويين عندهم شي حاجة مشتركة بيناتهم بحل القامة ديالهم وشكل ديال وجهه والعينين واللون مثلا ولكن إلا بغينا نطبقو هاد القضية للأمازيغ فما غديش تعطينا نتيجة حينت الأفارقة عروفين كيفاش ديرين البنية الجسمانية ديالهم ماشي هي ديال الأمازيغ لول البشرة مختلف تماما يعني نحن متأكدين بنيسبة كبيرة أن الأمازيغ أصل ديالهم ماشي أفريقي الشي اللي غدي خلينا عوتاني نطرحوا واحد السؤال وش الأمازيغ من نجا والشمال إفريقيا لقاوشي ناس ساكنين تماما أو لقاوه البلاس أخاوي يوم في أحد وحد هاد السؤال اللي كيعرف الإجابة دياله هو الله سبحانه وتعالى ومن بعد منه هادوك الأمازيغ اللولين شي حد آخر رغير غادي بدي خربك عليك لكن عرفوه احنا احتل دابا على حساب ما قالوا المؤرخين جدادوا القدام وعلى حساب دك الشي اللي يلقواه علماء الآتار فالأمازيغ هم السكان الأصليين ديال منطقة شمال إفريقيا هذه هي الخلاصة اللي كتهمنا دابا المهم سكنوا الأمازيغ في شمال إفريقيا وانتشروا من جزر الكناري من جهة الغرب إلى احتلش بليس في شرق مصر ومع الوقت قدروا الأمازيغ أنهم يأسوا حضارة خاصة بهم هذه الحضارة اللي كانت عندها خصوصية ديالها بحل اللغة والكتابة ديالهم والعادات والتقاليد وحتى طريقة البناء اللي مني كتشوفها كتعرف مباشرة أن هذاك البني اللي قدامك أمازيغي تزيد على هاد شي أن الحضارة الأمازيغية وبحل جميع الحضارات كانت عندهم التجارة والطب والصناعة بحل صناعة الفخار وحياكة الزربية الأمازيغية المعروفة احتلدابة واللباس ديالهم الخاص واللي كتميز بكثرة الألوان الزاهية وبالزاف ديال الحواج الأخرى الأمازيغ كانت عندهم قوة عسكرية كبيرة لدرجة أنه كان شي مصادر تاريخي اللي كدقول أنه في سنة ألف قبل ميلاد المسيح كان واحد الحاكم أمازيغي اسمته شيشناق هاد الملك كان يحكم ذاك الوقت منطقة ليبيا الحالية وقدر بالقوات دياله يدخل المصر واستولي على السلطة بالقوة وانصبره سفرعون غير هو كين مصادر واحدة أخرى اللي كدقول أن شيشناق مدخلش المصر بقوة عسكرية وإنه مدخل بطريقة سلمية وانصبره سفرعون فين كين الحقيقة؟ حتى واحد ما عارف من غير الله سبحانه وتعالى المهيد مني وإلى الملك شيشناق واحد من الفراعين المصريين تخلطات الحضارة الفراعونية مع الحضارة الأمازيغية وهاتش كيف ما يقولوا شي ناس مختصين في الآثار الفراعونية كيبان من الرسومات اللي كانوا كيترسموا فيها الفراعين باللباس والأزياء ديالهم اللي كيعرفها كل شي فالوقت اللي كانوا كيترسموا فيه الأمازيغ بالأزياء واللباس ديالهم اللي كيف ما قدرنا قبيلا كيتميز بزاف دي الألوان الحضارة الأمازيغية موقفات Saints هينتهوما وحتل دابا عندهم تقويم زماني ديالهم وعلى حساب التقويم الأمازيغي فحنا دبا ماشي في سنة 2024 وإنما في سنة 1974 يعني التقويم الأمازيغي قرر بيدخل الألفية الرابعة هالتقويم اللي كي تسمى في المغرب تقويم الفلاحي حيث هو في الأصل عنده علاقة بالفلاحة وكلي كيقول أن الأمازيغ داروا هالتقويم علاقة بالفلاحة أصلا باش يعرفوا إمتى يحرتوا وإمتى يزرعوا وإمتى يجنيوا كيف ما كان رواية أخرى كتقول لا تقويم بدوا كي يحسبوه الأمازيغ مني سيطر الحاكم شيشناق على الحكم في مصر بعدما انتصر على الفرعون رمسيس الثالث الشي اللي خلاه يأسس أسرة أمازيغية حاكمة في مصر يعني كيف ما قلنا في الأول دير الحلقة صعيب أنك تعرف الحقيقة مني تبحث على الحضارة الأمازيغية ديما غتي تلقى رواية اللي كتقابلها رواية واحدة أخرى وهذا الشي حينت الحضارة الأمازيغية قديمة بزاف الشي اللي كيخلي المصادر التاريخية قليلة بزاف حتى هي بما أن الأمازيغ كانت عندهم حضارة فكنضن أنه من طبيعي تكون عندهم ممالك خاصة بهم ومن بين الممالك اللولة اللي أسسها الأمازيغ كانت مملكة موريطانيا الطنجية اللي كتمثل تقريبا النص دي المغرب حاليا وهذا الشي سنة 300 قبل الميلاد زيد عليها مملكة موريطانيا القيصرية اللي كانت تقريبا شد شمال جزائر حاليا ومملكة نوميديا احتهية اللي شد حاليا تونس وطرف مليبيا تقريبا ومبيل الحكم الأمازيغ المعروف اللي دازوا في هذا الممالك كي المالك بوكوس الأول والمالك بوكود وبطليموس ومسيليسا ويوغورطان اللي معروف بالحروب الكثيرة دياله ضد الرومان الأمازيغ قبل ما يهدهم الله لديل الحقل هو الإسلام كانوا بحل سكال الجزيرة العربية في الجاهلية يعني كانت عندهم معابد خاصة كيعبدوا فيها الأصنام وتقريبا كان واحد النوع ديال الارتباط ما بين الأصنام اللي كانوا كيعبدوهم الفراعنة والأصنام اللي كانوا كيعبدوهم الأمازيغ زيد على هادشي أنهم أي الأمازيغ كانوا كيعبدوهم حتى الشمس والقامار وفي وقت من الأوقات تبعوا حتى الديانة الفينيقية والإغريقية والرومانية هادديانات اللي وصلت للأمازيغ بسبب ازدهار تجاري اللي كانت كتعرفوا منطقة شمال إفريقيا عموما وهادشي مني كانوا كيجيوا الفينيقيين واليونانيين باش يبيعوا السلعة ديالهم الأمازيغ والأوروبيين كيقولوا بعض المصادر التاريخية أنه في واحد وقت من الأوقات ليهود هاربوا من أرض فلسطين مني بدك يقتل فيهم الملك البابلين أبوخة نصر هاد الملك اللي كيفما كتقول نفس المصادر هو اللي يدمر هيكل سليمان المرة اللولى المهم في ذاك الوقت هو مني هاربوا ليهود كل مجموعة في المشات واحدة من ذاك المجموعات هاربوا لشمال إفريقيا وقلسوا فيها وتما غدا يوقع واحد تقارب بينهم وبين الأمازيغ اللي غدا يتحولوا من الوتنية ليهودية من بعد ما داز الوقت وبانت المسيحية والأنصرانية اللي جابوها معهم الرومان من يحتلوا شمال إفريقيا سنة ربعين ميلادية بدعوا تاني بعض الأمازيغ كيتحولون لها ولكن وقه هاد شي المسيحية ما انتشرتش وسط الأمازيغ كيف ما انتشرت اليهودية والسبب كيفما كيقولوا المصادر التاريخية هو أن عدد اليهود اللي وصلوا في الضمر اللول دي الهيكل سليمان شمال إفريقيا كان كبير زيد عليه الأمازيغ اللي ولوحتهما يهود يعني عدد اليهود كان كبير بزاف الشي اللي خلال المسيحية تبقى محدودة في المغرب وهنا غدي نفتحه واحد القوس ونقول واحد الرأي شخصي ديالي أنا ما كنظنش أن عدد اليهود كانوا بزاف في المغرب أو على الأقل ما كانوش بدك العدد اللي كيبغيوا صوروه لنا في الروايات ديالهم علاش أنا غدي نقول لك كان ضمن أن عدد اليهود كان قليل مقارنة بعدد الأمازيغ اللي كانوا وطنيين حين تكون كالعكس ما كانوش أغلب الأمازيغ غدي دخلوا الدين التوحيد اللي هو الدين الإسلامي من بعد الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا حين تحنا عارفي الليهودي صعيب بزاف باش يبدل الدين دياله هذا رأي شخصي ديالي ما عنده حتى شي سانات والله أعلم سد القوس مشاتيام وجاتيام وولات كيف ما كتقول المصادر التاريخية دائما وولات الديانات اللي منتاشرة في شمال إفريقيا هي اليهودية والنصرانية والوتنية هاتشي مع الانتشار ديال اللغة الأمازيغية واللغة الإغراقية القديمة والكتابة اللي كانت منتاشرة في ذاك الوقت هي كتابة تيفيناغ الأمازيغية والكتابة اللاتينية بحكم التواجد الروماني حتى وصل الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا اللي بدوه الأمويين بقيادة عقبة بن النافع اللي قدر يفتح شمال إفريقيا في القرن السابع ميلادي من بعد هاد الوقت اقتنعوا الأمازيغ بأن ديل الإسلام هو ديل الحق وهاتشي بسبب المعاملة الطيبة اللي شافوها من المسلمين العرب اللي دخلوا شمال إفريقيا واستقروا فيها ومن بعد مدخل عدد كبير من الأمازيغ للديل الإسلامي ولوهو ما كينشروه وخير دليل على هادشي هو فتح الأندلس علي الطارق بن زياد اللي كيقولوا بعض المؤرخين أنه أمازيغي الأصل وخاكينين وحدين آخرين كيقولوا أنه فارسي ووحدين آخرين كيقولوا أنه عربي المهم ما كينش غير طارق بن زياد اللي قدر ينشر الإسلام في الأندلس فحتى يوسف النتاشفيل اللي هو أمازيغي قدر يوحد بالزاف ديال القبائل الأمازيغية تحت الحكم ديال المرابطين ماشي غير هادشي بل قدر يحكم احتمى ناطق كبيرة من الأندلس اللي كي هم نحن هو أن الأمازيغ تبنوا الديل الإسلامي وطبقوه كما ينبغي وخرجوا من بينهم علماء وفقهاء كبار كاللي هم فضل كبير من بعد الله سبحانه وتعالى في انتشار الإسلام ونظر لأن القرآن الكريم باللغة العربية بدأت هاد اللغة كتدير بلاستها وصل الأمازيغ ولو بزاف ديال الأمازيغ كيدويوا بها وكيكتبوا بها وكينين بعض الشخصيات المعروفة تاريخيا اللي كيحسب بزاف ديال الناس أنهم عرب حين تكانوا كيدويوا وكيكتبوا باللغة العربية اللي كانت في ذاك الوقت هي لغات العلم يعني بحل اللغة الإنجليزية دابغ بحل شكون بحل عباس بنوفرناس اللي كان عالم في الرياضيات والفلك واللي معروف بأنه أول واحد حاول يطير زيد عليه ابن بطوطة أشهر رحالة مسلم للأصول دياله حتى هو أمازيغية وابن رشد اللي كان عالم فلك وطبيب وفقيه أمازيغي تزاد في بلاد الأندلس وابن البيطر اللي كان من أعظم علماء النباتات في الوقت دياله اللي هي القرى الوسطى زيد عليهم بزاف ديال العلماء وفقهاء الأمازيغ اللي ما غادش يقدنا الوقت باش نذكرهم كاملين للأسف واللي بزاف ديال الناس كي حسب لهم باللي هما عرب ولا إسبان في النهاية ديالهاد الحلقة كنفكركم كاملين وكنفكر راسيب الآية الكريمة اللي كيقول فيها الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكرم وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير والحديث النبوي الشريف اللي كيقول فيه سيدنا نبي عليه أفضل الصلاة والسلام لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى هناك تكون الحلقة ديالنسالات ما تنسوش الشراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بإشعارات حلقات جديدة وما تنسوش اللايك إلي كيعجبكم بحل هذا المحتوى كان معكم محمد من قناة مجال والسلام عليكم